توليف فرح وابتهاج رسمية وشعبية حلت على مناطق البحرين كفة بشوارعها وابنيتها فمحافظات المملكة الأربع جميعها كانت قد نظمت احتفالات شملت على العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة بالشكل الذي يليق بأعياد البحرين الوطنية على حجم الانتماء الكبير الذي يسكن قلوبهم اتجاه وطن يبادلونه الحب والولاء كما يبادلهم العشق كأوفياء يضمهم كما تضم الطير السماء في تحليقه وطيرانه نحو المجد والعلياء وطن سيظل عزيزا منيعا عصيا على الاعداء قائما بنفس الاتقياء الانقياء الذين ما برحت ضمائرهم تلهج بالدعاء بان يحفظ لهم البحرين الى امد البقاء وكل على طريقته حلت صيغ الاحتفالات بالاعياد الوطنية في جميع محافظات المملكة التي احيا منتسبوها والعاملون فيها ذكرى قيامها في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام ثلاثة وثمانين وسبعمائة والف ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد لتتزين المملكة بمحافظاتها الاربع بوشاح علم البحرين بلونيه الابيض والاحمر الذي يفصل بينهما مثلثات خمسة تمثل عدد اركان الاسلام الخمسة لعقيدة سمحة مظاهر فرح رسمية وشعبية عمت جميع ارجاء مملكة البحرين ابتهاجا واحتفالا بالاعياد الوطنية العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم مشاركة لطالما شهدتها الاحتفالات السنوية بالعيد الوطني لما يمثل ذلك تجسيدا رائعا لأسمى معاني الانتماء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة والاعتزاز بمسيرة الانجازات التنموية والحضارية التي تحققت وما تزال تحققها البحرين على الاسعيدة كافة وفي شتى الميادين اعياد وطنية تستحضر عمق تاريخ البحرين الاصيل وهي مدعاة لترسيخ الثقافة والهوية البحرينية في وجدان كل مواطن ومقيم منتم لتراب ارضها الطهور وهي طريقة مثلى لتجديد الولاء والبيعة لراية مليكها المفدة فالجميع بلغتهم الخاصة اظهروا فرحتهم الغامرة بالمناسبات الوطنية الجليلة حيث تعددت مظاهر هذه الاحتفالات بين رفرفة لعالم مملكة البحرين خفاقا شامخا على واجهات جميع المحافظات واكتسائها به وما زاد المشهد جمالا هي صور جلالة عاهل البلاد المفدة واخرى لولي عهده الامين تزين كل ركن من اركان العرس الوطني ان البحرين وهي تعيش هذه الايام فرحة اعيادها الوطنية تستلهم دروس الماضي بتاريخه وعراقته ومعاينة الحاضر بعزة وإباء لتنظر بتفاؤل نحو المستقبل القريب وتتطلع الى غد افضل يكون عنوانه الابرز المزيد من التنمية والتطور استكمالا لخطوات النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ارتكز عليها المشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة ايده الله لتلفزيون البحرين محمد رشيدات